في الحقيقة الجميل قوي في جيلنا انه بيحاول دايما يتعامل مع اي حاجة تخص اولاده من الطريقة النفسية يعني بركز قوي كده نفسية ولادنا هتكون عاملة ازاي لما يجوا يسألونا في اسئلة معينة احنا يمكن مش عارفين نتصرف فيها ازاي او مواقف مش عارفين نتصرف فيها ازاي بحب نلجأ ليه الدكاترة المختصين في الموضوع ده عشان يساعدونا نربي اولادنا بطريقة صحيحة وصحية ويجبروا يكونوا معتدلين نفسيا النهاردة من ضمن الحاجات دي ساعات كتير قوي اطفالنا بيصحوا من النوم يقولوا لاباهم او امهاتهم انهم يمكن شايفوا حلم مش لطيف مليان بقلق او كابوس او رعب او خوف سبب لهم حالة من خليني اقول الارتباك الحالة دي بقى ازاي نتصرف احنا كامهات واباء نتعامل ازاي مع اولادنا هل في طريقة معينة احتوي بيها طفلي احتوي بيها ابني او بنتي لما يجوا يحكوا لي مشكلة مروا بيها او كابوس شافوهما نيمين في الحالة دي لازم نسأل المختصين يا مصطفى هو ما فيش يعني ادنى شك ان السوشيال ميدي هالي عمل انت فيديوهات التيك توك او ان الطفل ينام على مسلسل شافه فيه مشاهد من العنف او الضغط النفسي ولكن خلينا اقول طبيعي ان البنقادم الكبير ممكن يحلم بكاوبيس لكن الطفل هل ممكن يحلم بكاوبيس وحنا في عشرين اربعة وعشرين ودخلت عندنا يعني نوع من انواع المصادر المعرفة اللي ما كانتش موجودة يمكن على ايامنا وصحبتنا الدكتورة صفاء حمودة وستاذة ام نفسي في جامعة الازهر هتقرأ معنا هذا الملف بالتفصيل هتقول لنا يعني ايه كوبيس للاطفال وازاي يعني نعالجها بشكل علمي ودقيق اهلا بكا دكتور اهلا بحضرتك طبيعي ان احنا يعني حصل لنا كوبيس اكلنا اكلة تقيلة شوفنا فيلم رعب اه على فكرة يعني غلط نفسيا ان انت تنم على مشاهد قتل لان دي متأثر عليك وممكن تحلم به حاجات كتير متضايق لكن ايه اللي يخلي طفل يحلم بكابوس يا دكتور ده السبب يعني ده السؤال الاهم ايه اللي يخلي طفلي انا يصحي يقول لي بابا انا حلمت بكابوس حاجات كتير الحقيقة هو احنا للأسف نبص على الاطفال على ان هم في براءة بقى وما فيش اي ضغوط عليهم وحياتهم جميل لا لا مسؤول عن بيت ولا عن اسرة ولا عن اشغال ولا عن اي حالة خالص انت حياتك حلوة قوي لا هو حياته مش حلوة لحاجة هو عنده ضغوطه اللي تخصه عنده اللعبة اللي عايز يجيبها وانتو مش عايزين تجيبوها عنده وقت البلاي ستيشن اللي انتو حرمينه منه او مقللينه وعنده الدراسة اللي هم مفروض يعملها الواجب اللي هيتقدم عنده مشاكل بابا وماما اللي في البيت واللي موطرة جدا واللي بيتخنقوا مع بعض معظم الوقت ومش شايفين ان احنا ده بيأثر على نفسية ولادنا ولكن الاطفال بتتضغط جدا بالظروف اللي حواليها فلو الاب حتى مضغوطه ما بيتكلمش والأم مضغوطه ما بتتكلمش مشاعرهم السلبية بتوصل للطفل بتوصل للطفل من غير ما يحتاجوا ان هم يعبروا هتتغير عادات في حياتهم طريقته يعني ان يبقواش مكشر طريقة الكلام بتاعته متغيرة كل الانفربل او التواصل اللي لفظي ده الاطفال بيلحظوه كويس او بيلقطوه حتى هم صغيرين ما بيتكلموش لسه فده نقطة مهمة نخلي بالنا منها الكوابيس ده نوع من انواع الاحلام وبيحصل نتيجة حاجات ممكن يبقى فيه ضغوط ده ما قلنا للطفل ده فابتده ينام يحلم بكابوس متخانق مع اصحابه وعنده مشاكل فهينام يحلم بكابوس شايف افلام رعب او بيلعب لعبة عنيفة وشاف مناظر مزعجة جدا فممكن ينام يحلم بكابوس والكرتون بكلا بقت رعب يا دكتور بالضبط فيها كمان مناظر كتير مرعبة واشكال مشوهة بتتخط في الكرتون فممكن ان ده يخليه يحلم بكابوس طيب النهاردة السوشال ميديا هل ممكن تبقى جزء من الأسباب اللي ممكن تخلي ابني دايما متوتر او بيحلم بكابوس او نومه حتى مضطرب يعني مش يزم يصحى مفزوع من حاجة لكن على فكرة فيه يعني بعض الكرتون زي ما حضرتك قلت فيه مشاهد مزعجة جدا يعني انا نفسي كواحدة كبيرة لو تفرقت عليها هنزعج فهل فيه مثلا على السوشال ميديا حاجات ممكن او ان انا نقعد ساعات كبيرة طويلة على السوشال ميديا بقى نومي مضطرب بسبب ده اصحى مقريفة لو طفلي يعني مشانا اه طبعا هي اثر في الاطفال خصوصا لو كان بيتفرج على السوشال ميديا ايما ينام لو بيتفرج على الفيديوهات القصيرة او اللي هي دقيقة او نص دقيقة زي التك توك او الريلز او الشورتس تحت اليوتيوب كل الحاجات دي هتخلي عنده استثارة للجهاز العصبي صور كتير واصوات كتير ومواضيع ملهاش علاقة بعض متكررة حتى لو مش مرايبة ولكن متكررة طول الوقت بتثير الجهاز العصبي وتأثر على مستوى انتباهه فممكن نلاقيه لما ينام انه يبتدي يحلم بكوابيس لان جزء من الاحلام هو انشغلات اليوم السابق فالحاجات اللي انت شفتها في اليوم السابق ممكن تطلع لك في الحلم فشف حاجات في التك توك شف مش عارف ايه او لو متوتر بقى زي ما قلنا والان انه هو يبقى عنده متوتر والان بيفكر فيه عنده متحان عنده حاجة في المدرسة تاني يوم رايح رحلة فهو متحمس جدا فممكن يبقى متوتر ونومه منقطع متقطع اطفال فرط الحركة ونقص الانتباه كمان بيبقى عندهم صعوبة الدخول في النوم وصعوبة استمرارية النوم برضو ويبقى نومهم خفيف ومش نوم متصل زي ما احنا متعاوزين في الاطفال طيب نخش في الموضوع الطفلي جاء قال لي انا حلمت بكابوس اعمل ايه غالبا هو هيصحب عيط او هيصحب منزعي جدا لانه الكابوس اللي هيفتكره هو كابوس الحلم اللي صحي بي لان احنا الدورات النوم بتتكرر كل 90 دقيقة فاحنا بنحلم حوالي 4-5 مرات فهو هيجي يفتكر اللي صحي بي فهيجي عيط ويقول ده مهم ان احنا نحضنه مهم ان احنا نططب عليه ونطمنه وما تقلقش واهدى وما فيش حاجة تخوف ممكن نخليه يحكي الكابوس ونبتدي نطمنه طب انت حلمت مثلا ان حد من قريبنا بيتوفى طب يمكن عشان انت بتحبه زيادة ايا كان ونحاول نطمنه مهم ان احنا نشوف المشكلة ونتكلم مع ولادنا خلال اليوم هو ايه اللي ضغطه لو الحلم بيتكرر او لو في كابوس كل يوم بصورة منتظمة فاحنا محتاجين نشوف الضغط النفسي اللي حاصل في الطفل ده او في بيئة نحن حواليه او في بيئة المدرسة اللي هي حياته بيئة المدرسة وبيئة البيت ايه الضغط النفسي للولد ده بيتعرض له كل يوم علشان نحاول نحله ونعالجه ونتكلم معي فيه فما تتكررش الكوابس دي طيب لو انا النهاردة ام ابني بيتعرض ليه او بنتي بتتعرض ليه كابوس كل يوم مختلف يعني كل يوم بيجيلي يعني بكابوس مختلف فالنهاردة ده انذار خطر انه ابني بيمر بمرحلة معه ازاي؟ ده انذار طبعا ان جزء على فكرة من امراض الاكتئاب وبيجي تقفل اطفال طبعا انه هو يبقى عنده كابوس في تقنيب ضمير الكوابس معظمها بيبقى تقنيب ضمير والشخص بيعزب بها نفسه خلال النوم فهو بيحلم باشياء مزاجة لو كل يوم مختلفة كده وملاقاش علاقة لبقى في لام رعب ولا بحاجات ضغطة خلال اليوم فهو غالبا عنده تقنيب ضمير فاحنا محتاجين نشوف هو غطبان من نفسه في ايه وايه اللي مزعله ايه الضغوط اللي بتعرض ليها محتاجين نتكلم معاه ونبتزي نطمنه محتاجين نعمل روتين للنوم بيبقى فيه استرخاء قبل ما ينام انه ممكن يلعب رياضة شوي علشان الرياضة بتحسن جودة النوم وبعدين قبل انه منام بساعة مثلا وبقى قبل بعد الساعة دي في الوقت بقى بعد الرياضة لغاية النوم يكون درجة حرارة القوضة كويسة مش سخنة قوي ولا ساعة قوي نعمل تمرين التنفس معاه ونعلمها له نعلمه الميديتيشن او اللي هو التأمل كده وانه هو يقدر يصفي ذهنه ازاي قبل ما ننام ويفكر في حاجة بيحبها وبعدين نساعده انه هو ينام طيب افصل قد ايه ما بين التلفزيون او التيك توك او الكارتونز او سوشال ميديا والنوم يعني حط وقت قد ايه ما بينهم بالنسبة للطفل هو الافضل ان الاطفال ما تشوفوش بس لو شايفت يبقى احنا بنكلم اصلا من الوقتها محدد هي من نص ساعة لساعة في يوم وهتبقى قبل ما ينام على الاقل بساعتين تناس بس هو دا يعني مالش دكتور متأكد ان انت بتسأل السؤال ده البريتك يا مصطفى طبع يعني هو بنكلم هنا على سن كبير شوية يعني اكبر من عشر سنين مش هتقدر يتديهم الموبايل ساعة في اليوم مستحيل نحاول نحط ده خصوصا ان هما مش هيخدوا الموبايل ساعة في يوم هي لو ليها شغل عن بايل او دراسة هتاخدوا في الوقت ده ولكن التعرض للسوشيال ميديا الوقت الطويل ده اصلا بيأثر على وقت المذاكرة وبيأثر على الانتباه فمثلا فيديوهات القصيارة دي بتأثر على انتباه اصلا في الفصل يعني هو هتفرج بالليل بس تاني يوم هو في الفصل مش مركز لان مستوى الانتباه اصلا متأثر لان مرة في مرة احنا اللي بيشدنا بس هو الحاجات القصيارة يعني بصراحة دكتور يعني لو هنبقى وقعين مفيش ام ولا اف دلوقتي قادرين ياخدوا الموبايلات من ولادهم وهم كبار كده بس ممكن ياخدوه قبل النوم ياخدوه كم ساعة قبل النوم على الاقل ساعتين تلاتة قبل النوم ولكن الافضل برضو ان احنا كاهالي نعرف ولادنا مخاطر الحاجات دي علشان يبقوا هم ده اختيارهم ان انا باحمي نفسي فانا هقفله في الوقت ده وانا باحمي نفسي فانا مش هتعرض مندة طويلة للفيديو وهدي عشان ما تأثرش على مستويات دراسي وما تعملش تشتت كمان خلال المذاكرة تمام ايه اللي يحصل لو انا تجاهلت شكوى الطفل في احلام بقولت له طيبة حبيب معلش هتفضل تتكرر الاحلام بنفس الصورة المزعجة لو تضغط لسه موجوده والسبب ما تحلش وبعد شوية هنلاقي بقى ان جودة النوم بتاعت الطفل بقيت متأثرة فبقى نومه متقطع وبقى بيصحى مزاجه مقاري في معظم اليوم وبقى انجازه الدراسي بعد شوية ممكن يبتدي الضهور كمان لانه هو ما نمشي كفاية وكمان هو مزاجه سيء فاحنا محتاجين نهتم شوية يعني هنكبر دماغنا لغاية امتى لو مرة ممكن نكبر دماغنا نطمله وخلاص ولكن لو الموضوع متكرر بصورة منتظمة فاحنا محتاجين نهتم علشان ما يحصلش عواقب اسوأ من كده في المستقبل واحنا صغيرين ما كانش في رقبة على فكرة الافلام الرعب كنا بنتفرج على نفتح القنوات كده عربية وافتكر الفيلم اللي اتفرجت عليه وتخيل ان العربية دي محملهها يقع علي فقد ايه غلط ان انا اسمح لولادي ان هم يشوفوا حاجات لسه لهم ما يستوعبهاش يعني انا لغاية النهار ده ما بتفرجش على افلام رعب بسبب الحدة والقتل اللي كان في الافلام بتاعت زبان دي النهار ده قد ايه لازم نشدد على بقى والامهات ان هم يركزوا في الموضوع ده ما يتفرجوش او بيسمحوش اولادهم بأنهم بيتفرجوا على افلام رعب مهم ان احنا نعمل برضو توعية للولاد هو الاهالي مش هتسيطر لوحدها ولكن الطفل يبقى ده اختياره ان انا مش هتفرج على رعب لا ما احنا كنا واحنا صغيرين عارفة ببقاش ان انا الميزان ده ان احنا نوزن ما بين يعني ايه يعني كنا بالعكس انا ما بخافش يعني دايما الطفل يحب كده انا ما بخافش انا عايز تفرج انا عايزة انط من الصورة عشان انزل على في البول يعني والحاجات دي كلها فالاباء هنا والامات يعملوا ايه لا يعني بالعكس انا مثلا مع ابني حمنا انا تماما ممنوع مش مش فيش اختيار في ده الممنوع مرغوب كل ما انا هقفل على حتة دي كل ما هو هيدور لان زي ما حالك قلتي ان الموبايلات في ايدو فممكن يظهر مقاطع رعب ويتفرج عليها او اصحابه يرشح له فيلم او حاجة بيدخل يبص عليه فبالتالي احنا محتاجين ان نبقى فيه توعية اصلا للطفل وده اختياره على انه مش هيتفرج على الحاجات دي لان انت يوم ما تفرجت على الحاجات دي كانت النتيجة انك صحيت بكوبلس فيه اصفال بتتفرج عادي على فكرة ومعندهش مشكلة ممكن لما لاقي الطفل عنده رعب زيادة والموضوع مؤثر فيه افرجوا على الميكينج بقى بتاع الفيلم ووريه انه بصوا دول بيمثله بص المناظر المرابزة كلها تلكروم ما كانش فيه اي حاجة المنظر ده المنظر الحقيقي اهو ده صور كلها متركبة من الكمبيوتر بالزبط فهو مش احنا زمن ما كانش عندنا امكانية ان احنا نفهم ده بكلام فاضل لان ما كانش فيه ميكينج لا والميكينج بقى في كل حتة ولكن دلوقتي بقى الميكينج في كل حتة لكل الافلام فممكن نورين الوحش اللي انت شايفه ده ولا اي حاجة خالص ده كل كمبيوتر فايه ده يتطمن ويعرف ان الموضوع مجرد يعني صنع او حرفة امتى اروح للدكتور النفسي واقول له طفلي بيجي له الكوابيس بشكل دائم امتى ادوء جرس الانزار لما لاقي ان الكوابيس مستمرة وما بتقفش لما لاقي ان ابتدى النوم جودته تبقى وحشة الطفل ممكن ما ينامش وعنده قرق خايف انه يدخل في النوم علشان هيحلم بالكابوس دي علامة مهمة جدا لما لاقي النوم متقطع وكل يوم بيجي نام عندي في السرير ما بيكملش النوم الليلة في السرير وبيرجع عندي في القوضة لما لاقي ان كل يوم الصبح صحي بكابوس وزعلان مذابه متأثر خلال اليوم هو ما بقاش بيتكلم زي ما كان بيتكلم او بيبقى عصبي اكتر بقى مندفع اكتر بقى بيتخانق مع اخواته ويفتعل مشاكل من غير سبب او عامل مشاكل في المدرسة ودي ما كانتش طبيعته كل دي علامات تخليني انتبه وطبعا اهم علامة هو ان بعد كل ده هيحصل طبعا تدهور دراسي واجتماعي فبطل يروح تدريب وبطل يخرج معانا الخرجات اللي كنا بنخرجها او يستمتع بالحاجات اللي كان بيستمتع بيها دي كلها حاجات لازم تدق نقص الخطر بالنسبة للأهالي اهي شكرا 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 يا دكتورة دكتورة زفاعة حمودة أستاذ الطب النفسي بطب الأزهر يعني حططينا روشيدة مهمة جدا وكانت بتناع موضوع مهمة اعتقد انه مهمة كل الآباء والبعادة في الوقت ده شكرا جزيلا شكرا شكرا